تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة نظم الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة الفحص البيطري لبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للإستبلات الخاصة والسباقات التأهيلية الدولية والمحلية وحرصت اللجان على تقديم كافة التسهيلات للفرسان والاستبلات المشاركة حيث تم فحص الجياد وترقيمها إضافة إلى عملية وزن الفرسان وسوف تحتضن القرية العديد من السباقات الدولية والمحلية وسباق الاستبلات الخاصة إضافة إلى جائزة أفضل حالة جواد التي تحظى بدعم من سمو الشيخة نورة بنت حمادة الخليفة قائد فريق الفرسان وأنهى الاتحاد الملكي البحرني للفروسية وسباقات القدرة كافة التحضيرات لانطلاق سباقات البطولة حيث حرصت اللجان على مضاعفة الجهود من أجل تأمين نجاح البطولة التي ستشهد مشاركة كبيرة من الاستبلات والفرسان وستشهد البطولة مشاركة كبيرة من الفرسان والاستبلات حيث تم تسجيل مشاركة 245 فارسان وفارسة لمختلف الاستبلات في كافة السباقات شكرا